يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المذنب أدعوك ربي أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجى وجميل عفوك ثم إني مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات ومعا نجدد التحية عبر ملتقى الفكر الإسلامي في هذا الملتقى الذي يسعى لأن يكون الفكر الوسطي منارة للعالم الإسلامي هذا الفكر الوسطي الذي دائما ما يأتي من الأزهر الشريف ومن وزارة الأوقاف المصرية على مر الزمان والسنين في هذه الندوة من ملتقى الفكر الإسلامي نناقش معا أهمية الأسرة وكيف أن الأسرة هي سكن ومودة وكيف كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يعامل آل بيته ويعامل زوجاته وكيف حثتنا شريعتنا الإسلامية الغراء على حسن هذه المعاملة وعلى التمسك بكل ثوابت هذه الحياة يسعدنا أن يكون معنا ضيوف كرام على هذه المنصة في ملتقى الفكر الإسلامي نرحب بفضيلة الشيخ سيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف المصرية أهلا وسهلا يا سيدة أهلا وسهلا بحضرتك ونرحب بالأستاذة الواعزة منال المسلاوي من واعزات وزارة الأوقاف المصرية أهلا يا سيدة منال ويعني خير بداية البداية مع فضيلة الشيخ سيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الزاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات عليه الصلاة والسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أتقدم بخالص الشكر أولا للدكتور عمر على المقدمة الطيبة الجميلة وأشكر الزميلة العزيزة الأسازة منال لأنها سمحت لي بمصاحبتها في هذا الملتقى بإذن الله سائلين المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا من بركاته ومن علمه حيث قال وفوق كل ذي علم عليم فاللهم علمنا ما جهننا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين الأسرة الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع الأسرة هي عماد أي دولة أي مجتمع يقوم على مجموعة من الأسر والأسرة تقوم على فردين الزوج والزوجة قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم اهتم الإسلام بالأسرة اهتمام منقطع النظير حتى تكلم الغرب عن الإسلام وعن سماحة الإسلام وعن قيم الإسلام في بناء الأسرة تقوم الأسرة على الزوج وعلى الزوجة أسس الإسلام للأسرة من قبل أن تقوم الأسرة أسس في اختيار الزوج واختيار الزوجة قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلق إذن الدين والخلق فأنكحوه وفي رواية فزوجوه إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير طيب الزوجة تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها ولحسبها وناسبها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك إذن أساس أي أسرة زوجة صلحة على كتاب الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ثم زوج يتق الله تبارك وتعالى يتق الله في زوجه بالمعاملة الحسنة تقوم الأسرة على الود والمود والتراحم على السكن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سكن الزوجة سكن والزوج سكن أيضا لزوجته لابد من أواصر الحب الحب منقطع النظير دعونا نتفق أولا إخوة الإيمان والإسلام ومن يشاهدون عبر شاشاشة النيل الموقرة أن الحب ليس له نظير الحب هو أساس الحياة بل هو رحيق الحياة بل هو عبير الحياة الحب في الله ولله لذلك قال تعالى في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين في الله أنت حينما تختار زوجك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وتتأسى برسول الله والله لن تجد شقاق في بيتك حينما تتأسى بحبيبك سيد النبي شوف تزوج هذا العدد من الزيجات وكل زوجة كانت بأمر الله تبارك وتعالى ما تزوج النبي من تلقاء نفسه كل بأمر الله تبارك وتعالى ومع هذا كان عادلا صلى الله عليه وسلم في المأكل في المشرب في الملبس حتى في الضحكات حتى في البسمات صلى الله عليه وسلم لذلك قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله فإذا قامت الأسرة على الود والحب وغد البصر أو غد الطرف عن سفاسف الأمور يا دكتور عمر إذن ستحيا الأسرة بإذن الله تبارك وتعالى إلى أبد الأبدين أو إلى حينما يأتي الأجل من عند الله تبارك وتعالى أما الملاحظ في هذه الأيام أكثر نسب الطلاق بين المتزوجين حديثا صحيح وبين الشباب وهذا يعني ينزر بكارثة وبخطر ناقوص خطر يعني الله أعلم إحنا بقولك بناخد التصنيف مش عارف الأول أو التاني في ارتفاع نسب الطلاق كل دئتين تلك كارثة صحيح فلابد لنا أولا أن نؤصل الأمر أن الزواج يقوم على الود والمحبة واعلم أخي يا من ترانا وتشاهد وتستمع إلينا أن الزوجة هي عمود البيت أي والله الذي لا إله إلا هو لا فلاح لك ولا صلاح لك إلا برضى ربك سبحانه وتعالى وباتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبرضى والديك عليك ثم بإحسانك إلى زوجك هي بشر كما أنت بشر هي بشر كما أنت بشر والمولى تبارك وتعالى رفع الحمل الثقيل عن بني آدم ألا تتحمل إلا ما تطير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما تتحمل لكن حينما تتعامل مع الزوجة وكأنها رجل مثلك هذا تلك مصيبة لكن هي سكن ومودة سكن في أنوستها في ضحكتها في ابتسامتها كلنا نخرج سعيا على الرزق ونعود إلى من؟ إلى البيت اللي فيه الوردة اللي فيه الشمعة التي تضيء هذا المنزل صحيح إن لم تتفق معي على هذا الكلام فاعلم بأن لديك نقص الزوجة هي الزوجة هي السكن هي المودة هي الحب لذلك حينما ترى في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله إلا هو الإنسان منها يعجب يعجب حينما يا دكتور عمر يا أستاذ منال حينما نرى هدي النبي في التعامل مع زوجاته لا إله إلا الله كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل سلم على أهل بيته وآنسهم وجالسهم حينما كان يرى ابنته يقوم لها شوف حينما كانت تدخل عليه السيدة فاطمة يقول لك كان صلى الله عليه وسلم يقف لها ويقبلها بين عينيها ويفرد لها عباءته ويقول لها مرحبا بأم أبيها مرحبا بأم أبيها ده مع بنته فما بالك مع زوجه تحكي السيدة عائشة عن مواطن الجمال والحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يتبسم وكان دائما يغد الطرف عن الزلال وكان دائما يتركها لأنها تزوجت وكانت حداث صغيرة في السن فلم يعني يحجر عليها النبي صلى الله عليه وسلم بل تعامل معها باللطف وباللين يا سبحان الله يا سبحان الله حينما يعني خرج في غزوة وهذا الأمر يعني أمر والله تقف أمامه يا دكتور عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج في غزوة إلا أو في معركة إلا واستهم بين زوجات يعمل قرعة فمن تفوز تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يقوم في غزوة من الغزوات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للجنود تقدموا أنتم فيتقدمون ثم يقول لعائشة أتسابقيني إيه إيه الجمال ده ده قائد ونبي ورسول ملهم من عند الله تبارك وتعالى شوف اللطف والود شوف الملاطفة مع زوجة ده في الحر يقول تقدموا أنتم يتقدمون ثم يقول أتسابقيني يا عائشة فيتسابق فتسبقه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه ثم تقول بعد كده وفي مرة أخرى لما امتلأ عظمي باللح يعني وكأنها تبرر المرة الثانية فقال يا عائشة أتسابقيني فتسابق فسبقها النبي فقال لها هذه بتلك ما هذا الأدب ما هذا الحب الحب في الله ولله تبارك وتعالى إذن دعونا نتفق أن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع دعونا نتفق أن الإسلام اهتم بالأسرة من قبل النشأة وبعد النشأة اهتم باختيار الزوج وباختيار الزوجة ثم بعد ذلك ألف بين القلوب هل كل البيوت تقوم على الحب يا دكتور عمر أبدا لكن هناك الرحمة المودة هناك المودة هناك السكن هناك الاحترام المتبادل هناك العواطف التي تكون دائما وأبدا ما بين الزوجين يعني المرأة لا تحتاج من زوجها دكتور عمر قال له حينما يدخل البيت يجد بسم الله ما شاء الله البيت مرتب والحالة طيبة وهي في يعني مش عايزين نقول أبها صورة لكن يعني في أحسن صورة فحينما يتكلم معها بكلمة طيبة وكأنه قد جاء لها بقطعة من السماء وخبر حضرتك يعني هذا هو الأمر والله المعاملة مع النساء معاملة أحسيس ومشاعر أن تحترم تلك الأحسيس وتلك المشاعر لذلك حبيبنا كان يقول خيركم 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 لأهله وأنا خيركم لأهله وحبيبنا صلى الله وسلم يقول إيه إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكناف الذين يألفون ويألفون مش أول ما تشوفوا روح عائدهالك 111 كده أنا ما بخش بيتي النايم يصحى والقاعد ينفض هو فين السكن هو فين الدف بتاع المشاعر والعلاقة لما شاف الأقرع ابن حاب السيدنا النبي يقبل الحسن والحسين قال يا رسول الله وتقبلون أولادكم وانتوا بتقبلوا يعني بتبوس أولادكم ولا إيه إن لي عاشرة من الأبناء ما قبلت منهم ما بستش ولا واحد ما شفتش قال وماذا أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة من لا يرحم لا يرحم الراحمون في الأرض ارحموا من في الأرض يرحمهم من في السماء الله يفتح عليكم يا رب ما شاء الله نفع الله بكم فضيلة الشيخ سيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف المصرية ويعني يتميز فضيلة الشيخ سيد بالإخلاص وبالود وبالتسامح وبالحب أثناء حديثه إلى الجميع فأدام الله عليه هذه النعم الكبيرة وجعلها في ميزان حسناته نتحول إلى الأستاذة الواعظة منال المسلاوي الواعظة بوزارة الأوقاف المصرية والكلمة معها الآن طبعا هو يعني في ثنايا هذه الكلمة نريد أن نتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات يعني خاصة كما أشار فضيلة الشيخ سيد أكرمه الله إلى أرض الواقع يعني أن أرض الواقع بها كثير من المنغصات وأن عدد ارتفاع حالات الطلاق كما ذكرت آخر إحصائية رسمية حالة الطلاق كل دئتين فشيء مرعب الحقيقة فكيف يعني نرأب هذا الصدع الكبير في المجتمع خاصة أن مثل هذا الأمر لا يؤدي أبدا إلى استقامة المجتمعات الحمد لله الذي جعل الزواج آية من آياته وجعله مودة ورحمة وصلى الله وسلم وبارك على من قال استوص بالنساء خيرا فكان خيرا لأهله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بداية يطيب لي أن أتقدم لحضراتكم بالتهنئة بمناسبة الأيام الفاضلة المقبلة شهر رمضان المبارك أعده الله علينا وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات ثانيا أتقدم بتقديم الشكر لوزارة الأوقاف عامة ولمعالي الوزير بصفة خاصة فقد ارتأت وزارة الأوقاف بعد ارتفاع نسبة الطلاق المبالغ فيها بضروري التفعيل درها على أرض الواقع في المشاركة في علاج بعض المشاكل التي يتعرض لها الجانب الاجتماعي في المجتمع المسلم فأطلقت وزارة الأوقاف مبادرتين مبادرة سكن ومودة ومبادرة حق الطفل والهدف من المبادرتين تحقيقة يعني الحد أن يكون لهم دور في الحد من ارتفاع نسبة الطلاق والمساهمة في علاج بعض القضايا التي يتعرض لها المجتمع المسلم وفي الحقيقة أنا من خلال هذا المنبر المتميز أحب برضو أزفك بشرة طيبة أن وزارة الأوقاف في الأقيام الماضية افتتحت بمحافظات القليوبية والجيزة لجنة للمصالحات الأسرية في كل محافظة منهم وفي القريب العاجل إن شاء الله سيتم افتتاح لجان في معظم محافظات الجمهورية للعمل والحد بين مشاكل الخلافات الزوجية والطلاق التي تتعرض لها الأسرة المسلمة كما أتقدم بتقديم الشكر لفضيلة الشيخ سيد عبد المجيد لسماحه وتواضعه والسماح لي بالجلوس إلى جواره وأشكر الدكتور عمر على حضوري معه الشكر لكم الله يبارك في حضرتك قد أشار فضيلة الشيخ سيد عبد المجيد في كلمته الطيبة إلى مقاومات البيت السعيد وقال إن البيت السعيد أو البيت الإسلام رسموا للأسرة المسلمة بيبنى على السكن والمودة والرحمة وأشار فضلت إلى بعض هذه المقاومات وقال منها اختيار الزوج الصالحة والزوج الصالح ومنها العشرة بالمعروف والاحترام المتبادل بين الزوجين وهذا ما تهدف إليه الشريعة الإسلامية فالأسرة في الإسلام لها أهمية كبيرة جدا فكلمة الأسرة في حد ذاتها لم تذكر في الكرآن ولكنها وردت ضمنيا في كثير من الآيات المتعلقة بالأسرة آيات سورة الروم وفيه آيات سورة النح وبعض الآيات الأخرى أشارت إلى تكوين الأسرة وأهميتها عندنا في سورة الروم فيه ثلاث آيات متتاليات وربعض من الآية 19 أنا مش هذكرهم بس عشان ضيق الوقت من الآية 19 للآية 21 ثلاث آيات ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيهم عن الخلق والآن آياته بيقول ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي بيقول لنا إن الخلق كلهم أخوة في الإنسانية فكلنا مخلوقين من آدم وآدم خلق من التراب والآية اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن آياته من آيات ربنا سبحانه وتعالى أن خلق لكم باء من أنفسكم أزواجا يعني ربنا خلق سيدنا آدم وخلق من سيدنا آدم الزوجة فسيدنا آدم زي ما ربنا وضح لنا كده وعرفنا من الآيات أن سيدنا آدم خلق من طين من التراب والتراب هو من الطين خلق من طربة الأرض والسيدة حواء أو من حواء خلقت من ضلع سيدنا آدم فخلقت من إيه؟ من كائن حي فطبيعة خلق المرأة تختلف عن طبيعة خلق الرجل ولذلك نجد أن عاطفة المرأة قوية جدا وتتحكم فيها دايما في مشاعرها بقلبها أما الرجل فالذي يتحكم فيه هو عقله وطبعا ده نتيجة الخلقة وطبيعة خلق كل منهما فهو خلق من طين والطين بيجي كده إشارة إلى الصلابة فعشان كده هو دائما الرجل بيتحكم ويتصرف بعقله أما المرأة فطبيعة خلقها بتشير إلى أنها دائما تحكم فيها العاطفة الاختلاف بين الرجل والمرأة ليس اختلاف تناقض وإنما هو اختلاف تكامل فكلا منهما يكمل الآخر فليس رقة المرأة وعاطفتها عيد فيها ولا قوة وصلابة الرجل عيب فيه أو ميزة فيه ولكن الأزنان يتكاملان عندما تبنى الحياة الزوجية كان فيه مثال كده بيدهولنا زمان في المدرسة يقولك لو جبت عصايا لوحدك وضغطت عليها العصايا هتتكسر لكن لو جبت أكتر من عصايا وجمعتهم مع بعض كده اللي هي بيطلق عليها كلمة الحزبة وحاولت تكسرها مش هتقدر تكسرها هي كذلك الإسلام بيرسم لنا صورة الأسرة الأسرة في الإسلام معناها تشير إلى الإجابية والترابط والقوة والاتحاد فالإسلام عايز يقول لنا أن الأسرة السليمة السوية المتينة محدش هيقدر يكسرها طيب الأسرة دي هتكون سليمة ومتينة إزاي هتكون سليمة ومتينة وقوية إذا قامت على أساس قوي ومتين وقد أشار إليه فضيلة الشيخ طيب الأسرة دي هتبن على إيه أو هنقومها على إيه الأسرة دي هنقومها على أساس الدين في البداية والشريعة الإسلامية حطت لنا مجموعة من الضوابط والمعايير لبناء الأسرة المسلمة على أسس سليمة بعد ما بنبني الأسرة أحيانا بيحصل فيه خلاف بين الزوجين الخلاف ده بيؤدي في النهاية إلى الطلاق وزي ما دكتور عمر أشار أن نسبت الطلاق دلوقتي مرتفع جدا وكل ديئتين في حال الطلاق وده معدل خطير ومؤشر خطير جدا لم يكن في الماضي في أسر أهلينة كنا بنسمع عن الطلاق نهائي وكان بيحدث في أضيق الحدود الآن أصبح خبر الطلاق النهاردة بنسمع بالزفاف بعد شهر تسألي إزاي فلان أو فلانة بنسمع أنهم للأسف في محكمة الأسرة في أسباب كتير قوي بتؤدي إلى الطلاق وإلى الخلافات التي توصل للطلاق منها وأخطرها وهم حاجتين يعني أنا هشير ليهم وإذا الوقت سمع سأتحدث عن الباقي هما مواقع التواصل الاجتماعي والدراما مواقع التواصل الاجتماعي للأسف محتاجين تفسير أنا أقول لحضرتك يا أستاذ عمر يا دكتور عمر مواقع التواصل الاجتماعي هي اسمها تواصل وهي في الحقيقة تباعد سهمت على تباعد الأسرة بينها وبين بعض بشكل كبير جدا إحنا زمان كان فيه عندنا حاجة في نهاية الأسبوع كده اسمها تجمع عائلة أو اليوم بتاع العيلة كنا بنروح للجد والجدة والأسرة والكل العيلة ليش أسرة بس اجتماع اسم عائلة كان فيه زيارات أسرية يوم الخميس ده آخر النهار كده بنتزور بعض النهار ده كل ده تلاشى والسبب مواقع التواصل الاجتماعي اللي سهمت في إننا بمجرد رسالة كأني حدفتها للناس كلها بتهنيئة أو بسؤال وخلاص النهار ده بناتنا للأسف بياخدوا خبراتهم واستشاراتهم من هذه المواقع ومن أناس مجهولين البنات دلوقتي ما بتلاقيش الأم لأن الأم برضو مشغولة بمواقع التواصل الاجتماعي والأب مجهولة لهم الأبناء مش كايين حد يتحدثوا معاه فبيلجأوا للنصيحة والمشورة من خلال هذه المواقع وللأسف إحنا بيجلنا آراء غربية دخيلة علينا ما كانش موجودة في مجتمعنا المسلم بتندد النهار ده بحاجة اسمها الحرية للفتاة وبيشيروا إلى أن الزواج فيه نوع من الاستعباد للمرأة وبيبدأ بعض الناس يدخلوا بعض الأفكار المغلوطة التي تصير حافظة البنات وتجعلهم دلوقتي البنت لما تتزوج وتحصل مشكلة صغيرة أوي كده لو البنت بتفكر في الطلاق بنسبة عشرة في المية ودخلت ساعة بس على مواقع التواصل الاجتماعي بتخرج بنسبة تسعين في المية وغدى قرارة الطلاق دي مشكلة كبيرة جداً المواقع دي عملت على التباعد بين الأسرة بين أفراد الأسرة القبض والأم زمان كان عندنا حاجة اسم الكبير الكبير ده بيبقى الوالد الأخ الكبير العم الخال فيه كبير في العيلة أي مشكلة بتحصل بيبدأوا يدخلوا فوراً البنت لما كانت بترجع غضبانها لبيت أهلها كان في نفس اليوم والدها يخلي أخوها يروح يرجحها إن ما كانش الوالد بنفسه هو اللي بياخدها من إيديها ويرجحها لبيتها النهاردة وفيش الكلام ده البنت ممكن في مكالمة تليفون تقول لي والدتها أنا عندي مشكلة سيبيلوا البيت وتعالي فوراً سيبيلوا البيت وتعالي فوراً دي وبيعقوبها حاجات كتيرة قوي هي اللي بتسرع بعملية الطلاق يجي أهل الزهم من ناحية تانية إلحق غير كلون الشقة قبل نتيجة تاخد العفش إلحق مش عارفة إيه قبل ما يعملونك مش عارفة إيه بالقايمة والنصيح دي والحوارات والقصص دي كلها بتقتى إلينا من الحوادث والقضايا اللي بنصنعها من خلال المواقع دي وفيها تحريط كبير جداً للبنات بالذات على إنها تتخلص من استعباد الزوج تتخلص من الالتزامات والمسئوليات والنهاردة البنات مش بتقدر تشيل المسئولية زي ما كان أهلين زمان بيتحملوها وزي ما كانوا بيعلمونا النقطة التانية الدراما للأسف الدراما المصرية أنا مش لقي عمل درامي يجسد معنى السكن والمواد دا والرحمة اللي الإسلام بيحص عليه في الزواج النهاردة كل الأعمال الدرامية إما بتجيب الزوجة في وضع الخيانة يا إما بتجيب الزوج هو كمان بيخون أو بيتزوج عليها وبتعمل في خلل في نظام الأسرة لأن الناس بتتعلم من اللي بتشوفه الأعمال الدرامية دي ناس كتير قوي وشباب كتير بيتعلموا منها وبعد كده بيتطبق ده على الواقع بالإضافة لأن الدراما للإضافة للدراما إحنا كان زمان التلفزيون المصري وكلنا طبعا نعيشنا الفترة دي كان قناتين اتنين فقط لكن كانت كمية البرامج اللي بتزع فيه للأسرة برامج هادفة برامج ثقافية برامج بتخاطب الشباب برامج للأطفال برامج مفيدة النهاردة تعددت القنوات الإعلامية واختفت الجرعات الهادفة والمفيدة النهاردة حضرتك حضرتك يا أستاذ عمر قولي على برنامج للأطفال مفيد في التلفزيون على غرار تربية النشأ مهمة جدا ما هو النشأ ده هو اللي هيطلع لي بعد كده وهي أجيل هيفتح أسرة هيفتح بيوت بعد كده فين البرامج بتاعة الأستاذة نجوة إبراهيم فين البرامج الأستاذة عفافل هلاو الصبح فين البرامج اللي كانت بيتربى عليها النشأ النهاردة إحنا ما عندناش برامج للأطفال لكن في قنوات معمولة فعلا للأطفال لكن بتبص الصم في العسل اللي يتابع برامج القنوات المعمولة للأطفال هيجد أن فيها عنف وفيها إصارة وفيها يعني استفزاز لمشاعر وكتير قوي نسمع أن بعض الأطفال واحد طفل ما والطفل زيه أو خنق وقمع عشان يتفرج على كرتون فبدأ يجسد العملية دي فما فيش مساحة إعلامية للأطفال عشان نرب النشأ ما فيش مساحة إعلامية للشباب تخاطب الشباب بمشاكلهم ما عنديش مساحة إعلامية موجهة للأسرة في مساحة إعلامية موجهة للمرأة لكنها في صورة سيئة النهاردة البرامج اللي بتقدم للمرأة في معظم القنوات الفضائية بتقوم بتقديم البرنامج مزيعتين أو تلاتة بيتحدثوا في البرنامج عن تجاربهم الشخصية وحتى لما بيستضيفوا تجوف بيفرضوا على الطفل يتكلم في البرنامج من منطلق تجربتهم هما عايز أقول لكل مزيعة بتتكلم عن تجربتها حضرتك تجربتك خاصة بيكي لكن ما تفرضيش علينا تجربة حضرتك بيبدأوا يعني أنا شفت أكتر من برنامج تبعتهم المزيعة للأسف عندها مشاكل أسرية فبتبدأ تحفز البنات لا استقل بحياتك أخرجي أنا عملت كذا أنا وقفت على رجلي أنا عملت كذا بتدفع البنات وبتشجعهم على أنهم يسيبوا بيوتهم وينفصلوا ويتعرضوا للطلاق الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق كثيرة جدا منها عدم التأهيل المسبق للمقبلين على الزواج ودي نقطة مهمة جدا ونتمنى يبقى فيه تشريع يجبر المقبلين على الزواج بأنهم ياخدوا دورات تأهيلية مش هما بس هما والأسرة الوالد والوالدة لأن المشاكل كثيرة أولي بتيجي بعد كده أحيانا من الأسرة الأسرة ما بقتش زي زمان بتبني النهاردة للأسف الأسر بتهدم وأسباب كثيرة جدا منها عدم الحوار بين الزوج والزوجة لأن كلهم دلوقتي تشغلوا من واقع التواصل الاجتماعي حتى لما بيرجعوا من شغلهم بكل واحد ماسك موبايله وفي عزلة بقى الموبايل هو العالم بتاعه ما فيش حوار مع الزوجة ما فيش سناء للزوجة ما فيش تقدير لمشاعرها الخلافات ما فيش فن إدارة الخلافات حتى يعني المفروض حتى من ضمن الدورات اللي هيعلموها للمقبلين على الزواج إن شاء الله لما يبقى فيه دورات منها الدورات دي المفروض يعلمهم إزاي يديروا لأي مشكلة قبلهم إزاي يتصرفوا فيها فن إدارة الخلاف ده فن لازم الشباب يتعلموه ولازم يبقى عندهم صبر لأن احنا بيوت أهلين زمان اتبنت على الاحترام المتبادل وعلى الصبر الحقيقة يعني ربنا يبارك في حضرتك الأستاذ الوعظة منال المسلوي لمست أوتارا حساسة جدا في هذه الكلمة وهذه الأوتار كلها هي التي تمثل أزمات الأسرة في هذه الأيام لو أتحول سدنا فضلت الشيخ سيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم حضرتك لو لاحظت وهو تعبير صحيح ما تخليش حد يستعبدك من أنت منتش عبد عند الراجل يعني ما هذه الجمل التي دخلت إلى عالمنا العربي والإسلامي يعني نحن الأمة العربية والإسلامية هي التي حفظت وصانت المرأة يعني في شريعتنا الإسلامية الغراء والجميع يعلم ذلك يعني طبعا حضرتك أعلم مني ولا أريد أن أسعب في الكلام للوقت لكن يعني يعني مثل هذه الجمل الغريبة هي أتت من مجتمعات بعيدة عنها تماما والدليل أن يعني من حوالي خمسة عقود أو مثلا ستة عقود لم تكن الأسرة على هذا الحال كانت أفضل كثيرا كثيرا يعني قيما وأخلاقا ومبادئا واحتراما وصدقا وحفاظا على المشاعر فما الذي تغير يا سيدني يعني لماذا هذه الهجمة على عالمنا العربي والإسلامي بمثل هذه الجمل العجيبة لا تكوني ولا تكوني ولا تحرري يعني نعم وطبعا يعني أنا برضو مش عايزة بص للصورة القاتمة يعني يعني خلينا نتكلم أولا بس أنا بناخد المنهج التجريبي في التحليل يعني خلينا نتكلم أولا أن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقول عليه رحمة الله كان بيقول الصلاح من الله والأدب من الآباء الصلاح من الله والأدب من الآباء خلينا نحن كنا بنتكلم في كلامنا على أن الأسرة هي النواة للمجتمع صحيح والأسرة هي اللي بتخرج لنا المعلم وبتخرج لنا الطبيب الماهر وبتخرج لنا القائد وبتخرج لنا الإمام والعالم والزاهد صحيح حينما يعني نتكلم عن الأدب يا أستاذ عمر يا دكتور عمر الأدب لابد الحديث بيقول ما من مولود إلا يولد على إيه الفطرة الفطرة هو لسه لسه الصفحة بيضة ما فيهاش أي شخبيط زي ما بقوله كده أو رسمي بالألوان فإحنا اللي بنقول إيه رأيك لو تشتم عمك بس إحنا ما بنقولوش إيه رأيك إشتم خالو وخبال حضرتك قولي تيتا كذا فإحنا اللي بنحط الحاجات دي على سبيل لمدة يوم أو يومين أو إن أنا أحفز الولد اللي مقبل على الزواج إن أنا أعمله برضو زي دورة يوم كده أما الآن الشباب يا دكتور عمر أو أستاذة منال الشباب بالرتم إمتاعهم سريع يعني إحنا أيامنا إحنا مختلفة شوية هما رتبوهم سريع خالص هو بيأكل تكويه وبيسمع مش عارف إيه هو مش عايز الحياة الزوجية لكن أيوة أيوة الليس عايز أوصل بقى فالحياة الزوجية ما تنفحش التكويه يعني الحياة الزوجية مش محطة أنا راكب باص وأنزل آخر المحط لا الزواج أبدي الزواج أبدي لما نعرف إن الزواج أبدي يبقى خلاص انتهت الأمور لكن حينما نؤدب الأولاد على كلام الله وعلى هدي رسول الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على سلاس خصال حب نبيكم وآل بيته وتلاوة الكرآن فإن حملة الكرآن في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل نسأل الله أن نكون منهم يا رب العالمين آمين يا رب أنا لما أدب ابني أولا على السمع وعلى الطاعة وعلى قول الصدق الحديث بيقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة كلنا حفظين طيب لو تنت كلمتك يا بابا رد عليها وقول لا ماما مش هنا طيب أنا كده خلاص أنا هديت القيمة وهديت الأسوة بتاعته لما بابا ييجي وقول لي ماما أن بابا خرج هو قاعد مثلا أو قل لي بابا كذا أو هاك أعطيك زي ما حصل في عهد النبي قال صلى الله عليه وسلم هاك أعطيك أما أنك لو لم تعطيه لكتبت عليك إيه كذا يعني هذا الكلام لو تأصل عند الكثيرين مننا لتغيرت المفاجر فلا بد أولا أن نربي أولادنا على كلام الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم اعلم جيدا أن أنك مسؤول عن أسراتك أمام الله سبحانه وتعالى كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك صحيح كل واحد لو يعرف أنه هيسأل يوم القيامة عن أولاده أحفظ أم ضيع هو ده كلام صحيح الزوج ستسأل والزوج سيسأل وخبال حضرتك فما ورد إلينا بقى إحنا بقى إحنا بنحب نعمل عارف أنت التحذبات هو مش عارف هو واخد بنت مين زي ما الأستاذة يعني متكلم يعني إحنا بنصدر حاجات لم تكن يعني من قيامنا أبدا أبدا ولا من قيام الإسلام ولا من نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمر ولا حتى في خلق الصحابة وخبال حضرتك لا أنت حينما تؤدب يعني أخطأ رجل في وضوئه في حضور سيدنا الحسن والحسين رضي الله عن آل بيت الرسول آمين يا رب العالمين عليه الصلاة والسلام فقال الحسن للرجل عايزي انصحه قال يا هذا يزعم أخي أني لا أحسن الوضوء وأنا أزعم وأنا بزعم أني لا أحسن الوضوء فاحكم بيننا شفت الأدب أهو لألوله إحنا الوقت بيقول له أنت وضوئك باطل وصلتك باطلة أنت دخل نار جهنم من قال لك كده هالربنا اداك يعني اداك العلم الغيب هلأ أنت خلاص أنت بتقسم الناس دول دخلين الجنة ودول دخلين النار أفق مغلق نعم يعني فسيدنا الحسن قال يا هذا احكم بيني وبين أخي فهو يزعم أني لا أحسن الوضوء وأنا أحسن الوضوء قال توضى فتوضى الحسن وأحسن وتوضى الحسين فأجاد وأحسن فعلم الرجل أنه هو المخطف فشكر لهما شفت النصيحة لكن النصيحة حينما تكون على الملأ تكون فضيحة صحيح فلابد حينما نتعامل يتعامل الزوج مع زوجته أي نعم ما من بيت إلا وفيه خلافات سنة ما فيش كلام لكن علينا أن نتحمل وخزات الزمن وخزات الآخرين بصبر بصبر وبسماحة نفس يا أخي الكريم نحن نبحث عن الراحة والدنيا لم تخلق فيها الراحة صحيح ربنا بقول ولقد خلقنا الإنسان في كبد يعني تعب ومشقة أنت تبحث عن الراحة في دنيا لا توجد فيها راحة فلابد أن تتحمل لابد أن تتحمل إذن الزوج حينما يتفق مع زوجته قبل أن يأتوا بالزرية أولاً أننا حينما نتخاصم أو نتشاحن ألا يسمع أحد الصوت وألا نفعل كذا وألا نتكلم بسباب الأمور وألا 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 الولد يقلد أبيه والبنت تقلد فأنت القدوة أمام الولد أنت يا أختي الكريمة أن قدوة أمام البنت وأمام الإبن فلابد أن لا يخرج من كلامك إلا طيب الكلام يعني يقول لك لا كذب إلا في سنتين في الصلح بين المتخاصمين إنك إنت لو بتصلح واحد على الثاني أو في الحرب الحرب خدعة فأنت يجوز إنك فيها لكن في أمور أمور الحياة لا يجوز فيها الكذب لا يجوز سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا قال نعم أيكون بخيلا قال نعم أيكون كذابا قال لا إذن المؤمن لا يكذب إذن أنت حينما تربي ولدك على الأدب وعلى الترفع وعلى حفظ العورات وعلى ستر العيوب كما فعلت أمه وكما فعل أبيه بإذن الله تبارك وتعالى سيخرج الجيل طيب نقي بإذن الله تبارك وتعالى إما أننا كما تقول الأستاذة منال حينما إذا أخطأ الزوج في حق زوجات وأنا بأنصح كل الزوجات وكل الأزواج إذا أخطأت الزوجة في حقك أترك لها البيت ربع ساعة نعم أترك لها الغرفة واخرج إلى الصالة أو إلى أي مكان أترك الأمر فترة من الزمن حتى تهدأ وحينما تهدأ يتم المصالحة بإذن الله تبارك وتعالى لما يعني سيدنا سيدنا السيدة عائشة بتقول ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية الله من زوجات النبع صلى الله عليه وسلم أرسلت في ليلة من ليالي وكانت ليلة السيدة عائشة طبق به أو إناء فيه يعني بعض الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم تملكتها الغيرة قالت وفي ليلتي وأخذت وألقت به على الأرض هذا على مرأة ومسمع من النبي ومن بعض الصحابة في بيت رسول الله فتبسم النبي وقال غارت أمكم شوف شوف الأدب غارت أمكم يا عائشة إناء بإناء وطعام بإيه؟ بطعام هو فسر الأمر غارة هي غيرة فعلا وهذا موجود أنت بتحسبني على جبلة موجودة فيها ما أنا موجودة معاين فهي غارة إذن لكن الغيرة لابد لها من ضوابط لابد حتى لا نخرج بها عن المعقول لأن إن خرجت عن المعقول هدمنا الأسرة وهدمنا البيت فلابد للزوج والزوجة ودكتور عمر يا أستاذ منال أن يتحملوا وخزات الزمن صحيح ووخزات الآخرين حتى يهدأ البيت بإذن الله تبارك وتعالى والله يعني نشكر حضرتك على هذا الكلام الذي يمس واقعا وأجمل ما فيه هذه الندوة يعني أن الضيفة الكريمة والضيفة الكريمة تمسا مع الواقع كثيرا طيب أستاذ منال ما زلنا يعني يعني نعيش في ما يمكن أن نطلق عليه أرض الواقع يعني في حد يك طبعا يعني المادة غلبت الروح بكل أسف يعني أصبحت الروح الآن يعني قليلون من يهتمون بها بينما المادة يعني غلبت كل شيء من حولنا فطبعا طغيان المادة على الروح ده يعني فعل أزمات كثيرة لكن هل لحديك مقترحات للحد من نسبة الطلاق في ظل طغيان المادة على الروح؟ أولا أنا هقول لحضرتك يعني كثير أول بيقولوا ضغوط الحياة دلوقتي هي اللي بتؤدي إلى ارتفاع نسبة الطلاق ضغوط الحياة موجودة في كل زمان وفي كل وقت وأهلينا برضو أكيد كان بيتقابلهم ضغوط بس من نوع تاني مختلف النهاردة بقت المرأة بتشتغل وبقى فيه معها يعني زمة مالية كثير أول مشاكل بتحصل بسبب خروج المرأة للعمل والسبب إن هي لديها قدر من المال أما بيجوا يتفقوا عليناها هتشارك فيه أحيانا بتقولوا لأ أنت مفروض تصرف علي وتجيب لي وتعمل خروجك من البيت لازم يكون فيه قدر من راتبك تساهمي به في ميزانية البيت لأن ده هيحسس الزج باهتمامك به وتأدير ليه وأنت خرجت واستقطعت من وقت الزجوة ومن وقت البيت فإزاي أنت هتيجي تدخل مرتبك كله ويعني الزوج حتى لو الزوج ما تحدثش معك في هذه النقطة بنقول للمرأة لازم تساهم بقدر منه كتير قوي من البيت بتحصل فيها مشاكل بسبب دخل الزوجة أو بسبب ازدمة المالية للزوجة ومن ضمن الأسباب اللي بيتعرضوا لها اللي بتكون سبب في الطلاق أحيانا تتبع خصوصيات الآخر يعني تبدأ المرأة تبحث عن كشف حساب زوجها في البنك وتحاول تعرفه ورصيده كام وكذلك الزوج لو هي بتشتغل بيحاول يعرف دخلها كام بتقبط كام هو مش المفروض أن حد يقول إذا قالوها البعض تفضلا لكن مش الفرض عليها ولا الفرض علي أن يقول لكن تبقى عارفة إمكانياته بحس تتصرف في حدود إمكانياته دي بدايات الشقاق يعني أن كل بقى كل واحد حاسس إن دام خب على ده وده طحديك ليه يعني الطبيعي أفضل المفروض أن يبقى فيه لو فيه ود وفيه حب وفيه احترام وفيه مصارحة مفيش مانع أن احنا نقول لبعض لكن لو هي لمس منه حاجة أو هو لمس منها يبقى فيه مفيش مانع أن يبقى فيه بعض الخصوصيات كمان فيه حاجات من اللي بتؤدي إلى المشاكل الزوجية الموبايل يعني المفروض أن كل واحد يحترم خصوصيات التانية ما يمسكش موبايل حد ويحاول يعرف الباسورد بتاعه ويفتحه جات له رسالة تبقى هتتجنن وعايزة تعرف مين اللي بعت له الرسالة أو هو يحاول يمسك موبايلها لو فيه حوار بينها وبين حد من أهلها أو عايز يعرف بيقوله إيه أو كلام ده كله طب لو هو لغى الباسورد وسب الموبايل عادي كده ولا تفتحه ولا هتفتحه إذن لازم من السفر لازم فعلا نبقى فيه سفر يعني هي أول أو شاف إن هي بتغير عليه خالص كده وبتحصل غيره يطمنها يريح يصير خالص الموبايل قدمها دكتور عمر وهي نفس الأمر بل الأمر والله طبيعي فيه سماحة نفسها فيه فعلا ثقة ويبقى فيه يعني احترام وثقة وهو واثق فيها مش هيبصه في موبايلها ولا هي هتبصه في موبايلها لا بس هي النزعة الغربية برده يعني أثرت عن طريق الدراما يا دكتورة حتى الدراما العربية والمصرية اللي قلدت الدراما الغربية إن كل واحد حر ودي خصوصيات ومحدد جير زمامالية ومحدد حتى الموبايل لا هي للأسف دعوات الغرب هي اللي أفسدت على بيوتنا بالإضافة لإن الأسرة ليها دور كبير جدا في تأهيل بناتها وأبنائها للزواج الأم عليها دور والقب ليه دور سواء مع البنت أو الولد الفتاة المقبلة على الزواج لازم فيه فترة معينة كده الأم بتبدأ تحتمي بإن هي تعرفها يعني إيه أسرة ويعني إيه زواج ويعني إيه بيت وزي بفضيلة الشيخ قال إن فيه حاجة اسمها القدوة إحنا بنتعلم من أباءنا وأمهاتنا أنا بشوف والدتي بتعمل إيه في البيت فأنا هعمل ده فلازم الأم والقب يكون قدوة صالحة للأبناء أنا هتعلم منهم والأم هتأهل بنتها لما هتفتح بيت إزاي هتتعامل معايا تعرفها يعني إيه أسرار الحياة الزواجية مصطلعش بره تعرفها يعني إيه الزوج واحترامه وإيه إن الزوج قيمة جديرة قوي في البيت وكذلك الأب يبدأ يعلم ابنه يتعامل مع الزوجة إزاي الزواج بيبقى قائم على المواد ده والسكن والاحترام بيوت أهلينا زمان في الماضي كانت قيمة على الاحترام والصبر لأنه هم أكيد زي ما إحنا بتقابلنا مشاكل في حياتنا دلوقتي هم برضو كان بيبقى بيقابلهم مشاكل فكان لابد من نوع من الصبر مع التغافل ويعني الزوج برضو ما يقفلهاش على كل حاجة ولازم الزوج برضو في فترة من الفترات يقدر الدور الكبير اللي بتقوم بالزوجة الزوجة بتقوم بدور كبير جدا داخل المنزل كثير قوي من الأزواج ما بيقدروش الدور ده الزوجة بتقوم برعاية الأبناء وبتبقى بتقوم بدور الممرضة أو الطبيبة أحيانا ليهم بتقوم بدور المدرسة بتدرس لهم بتقوم بدور مهمة قوي في إدارة شؤون المنزل فيه كثير قوي من الأزواج بيتعاملوا بالأدوار دي كلها ويقول لها أنت في الآخر بتعملي إيه لا الزوج لازم يقدر كل ده وعلى الأقل حتى لما تجهز له فطاره ولما تجيب له حاجة يسمي عليها يعني أبسط حاجة يقول لها جزاك الله خيرا تسلم إيديكي الكلمات الطيبة البسيطة دي بتفرق جدا في العلاقة الزوجية وبتأثر عليها ما عليك يقولك الكلمات الطيبة دي صدق يقولك أنت هتتصدق علي لا والله بكلمة طيبة يقول إن الكلام الطيب ده من سنة النبي الكلام الطيب بيبقى لي أثر طيب جدا في النفس حتى لو كانت الزوجة مهمومة أو متضايقة مجرد أنه يبتسم في وجهها ويقول لها كلمة طيبة دي هتأثر فيها وكذلك الزوجة لما يجي من بره من شغل وطعبان ما ينفعش يدخل يلاقيها مش مهتمية بنفسها وشها في عبوز متضايقة مهما كانت عليها ضغوط أو عندها مشاكل تحاول تشيل ده ما تظهرش قدامه ما تحاولش تعرض عليه مشاكل الأبناء أول ما يجيه من شغل ومتعب لازم ربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها يعني الرجل هيسكن إلى المرأة فالمفروض عندها يجد الراحة والهدوء والطمأنينة فكتير أو من الأزواج بيشتكوا لما بيبقى فيه انفصال أنه مش بيلاقي ده مع الزوجة فلازم يجد ده في بيته لأنه لو ما لاقاش ده في البيت هيلاقيه فين هيبدأ يدور عليه في مكان تاني فدي برضو من الأسباب اللي كتير أو من السيدات بتغفل عنها وما بتهتمش بنفسها ما بتهتمش بالبيت الزوج ليه مكانة كبيرة أوي والزوج ليه مكانة كبيرة أوي قدامي الأبناء لأنه وأنا بربي أبنائي لازم بيشوفوني أنا متعامل مع الوالد إزاي وبتعامل معاه باحترامه وبقدم عشان تيجي بنتي بعد كده لما تخرج من عندي وتروح بيت الزوجية تنتقل لي تتعامل مع الزوج بمثل ما رأت في بيت أهلها الإسلام حطلنا المعايير والضوابط اللي لو مشينا عليها إن شاء الله مش هنوصل للطلاق لها بتقوم على الدين فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عند اختيار الزوجة تنكح المرأة لأربع وقال لهم بالضبط إيه وفي النهاية قال فازفر بذات الدين تنكح لمالها وجمالها وحسابها ونسبها فازفر بذات الدين جعل معيار الدين برضو هو الأساس وبالنسبة للرجل عند اختيار الزوج قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فلو مشينا على المعايير اللي الشريعة حددتها لنا هيبقى البيت قائم على المواد دا والاحترام برضو بننصح الفتيات المقبلات على الزواج أو الشباب إن يبقى فيه فترة خطبة يعني معقولة يعني لا هي قصيرة أي ولا تمتد أوي فتكون مثلا من ست شهور لسنة يقدروا يدرسوا فيها بعض والخطبة دي هي مجرد تمهيد للزواج بعد فترة الخطبة دي ينقول آه هنكمل مع بعض يا لأ لكن يعني هي بعض البنات بتفتكر إن الخطبة دي معناها خلاص هتجاوز أنا أثناء السنة دي إحنا بنبقى بندرس بعض عشان في الآخر نقرر فترة الخطوبة برضو يا دكتورة يعني مش هي مش هو الزواج آه محن يعني دي فترة تجميل تمهيدية آه لأ وكل يتجمل آه يعني بالفترة الإنسانية بس لما بتبقى المدة قصيرة أوي يا دكتور عمر ما بيبنش أوي فيها عيوب الطرف الآخر لكن لو امتدت شوية في حدود السنة دي أكيد هيبقى فيه حاجات معينة خلال السنة صحيح آه بنشوفها وبننصح الفتيات كمان والأمهات يبقى فيه علاقة صداقة بينهم في فترة الخطبة بالذات لأن البنت لما هتبقى صديقة وقريبة من الأم هتحكي لها على كل اللي بيحصل بينهم وبين بعض فالأم بخبرتها دي قدر تحكم إذا كان الشخص ده سوي وإنسان كويس وبنتها هتأتمن على اللي بنتها معاه ولا لا وهتقدر تكمل معاه ولا لا بس في بعض الأحيان وبنطالب البنات ما تخبيش على الأم حاجة وبنطالب الأمهات إن لازم الأب يبقى ليه وجود وليه حضور في كل حاجة في كل كبيرة وزغيرة بياخدوا قرار فيها الأب يشارك فيها ما ينفعش أبدا بعض الأمهات بتتغافل دور الأب وبتبقى هي اللي كلمتها مسيطرة ده بيقلل من قيمة البنت لازم الأب نقبره ويبقى هو موجود معنا في كل اتفاق وفي كل حوار ربنا يبارك في حضرتك قاله وعذة الدكتورة منال المسلاوي سيدنا فضلت الشيخ السيد عبد المجيد ونحن نتحدث عن هذا الأمر برضو كيف ترى حضرتك أن يحدث توازن ما أو هل من الممكن أن يحدث توازن ما في ظل الطغيان المادي للحياة التي نعيشها الآن على الروح التي من شأنها أن تخفف كثيرا من ضغوط ومشاكل الحياة طبيعي سيد عمر يعني بس خلينا يعني دايما أنا أحب الأمل والتفاؤل يعني ما فيش حياة مستحيلة أبدا خالص يعني هي الروح تحتاج إلى الروح يعني سبحان الله كلمة طيبة وذكر الله يعني كلها مبتصلة بالله سبحانه وتعالى بس يعني مفقودة فيه مفقودة إلا قليلا في جارة الشباب يعني لكن هو الشباب هو معذور هو ضغوط الحياة عليه بتخليه برضو يحتاج الخبرة هو محتاج للخبرة يعني لما سيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يقول للسيدة عائشة والله إني لأعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من يعني وخبرك يا سيد زماني يقول لكن والله إني لأعلم يعني أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضة قالت كيف ذكر رسول الله قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد لما تحلف تقول لا ورب محمد حب تقول وإذا كنت عليها غضبا كنت لا ورب إبراهيم مع أن الرب إيه؟ واحد سبحانه وتعالى لجنة بتهجر الإسم بس شوف حتى النبي شوف راسة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عرف إن هي لما تقول كده بتبقى زعلانا منه عارف لو حضرتك تعرف الحاجات اللي بتزعل الزجب وخبال حضرتك وهي تعرف الحاجات اللي بزعل جوزها وتتلاشت على كده نتفق أنا وإنت ناخد هدنة بس خلاص عارف كلمة طيبة والله الزجب ما محتاجة غير كلمة وإنت محتاج إيه؟ راح برضو كلمة طيبة بإذن الله تبارك وتعالى هل لا تكسر زوجك أمام أهلها أبدا ولا أمام أهلك ولا أمام صحابه وأن لا تكسرك أنت أيضا أمام أهلك ولا أمام حد لو إن الزوج رفع من قيمة زوجته رفع من قيمة نفسه وخبال حضرتك هل في مانع أن أنا ممكن أخش لها بوردة أنا مش بقول لك أتبو كي وردة وردة واحدة في مناسبة سعيدة ده والله يا أخي الكريم ده يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يبركننا فيهم يعني يا رب العالمين كلمة طيبة وردة بس في مناسبة في عيد جوازها مثلا مع أن الحاجات دي كلها بس هذا الأمر يدخل السرور على أهل بيته في مناسبة عيد جوازها عيد ميلادها هيا كانت مع أن هذه المناسبات كان زمن يا سيدنا يقول لك الوقت مش وردة وردة فيها ما إحنا العصر إحنا قلنا المدة علت على كل الأشياء هي مش عايزة غير وردة هتلاها وردة بس أنا بشكر فضيلتك شكري جزيل فضيلة الشيخ المحترم الجميل فضيلة الشيخ سيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم وأجمل ما فيه أنه صاحب قلب سليم وأشكر شكري جزيل ألوى عذاب الدكتورة منال المسلاوي ألوى عذاب وزارة الأوقاف المصرية شكرا جزيلا لحضرتك وصلنا معا إلى ختام هذه الندوة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي وإلى لقاء آخر يتجدد إن شاء الله تعالى حتى ذلك الحين دمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر